أستاذ الأعلام والأتصاب جمعة جزائر ثلاثة أهلا بك أستاذ أهلا بك أستاذ أهلا بك أستاذ خير وشكرا مرة أخرى على استضافة لا شك على وجب إذن أستاذ نتحدث أكيد حول هذا اليوم التاريخي والذي يتزامن أيضا مع موعد تاريخي وهو الفاتح نوفمبر إذن أستاذ تعليقكم على هذا اليوم يعني شفنا أن هناك توافض للمواطنين لأداء واجبهم الانتخابي وأيضا تقرير مصرهم فيما يخص هذه الوثيقة الأسوأ في البلاد بالمناسبة وقدم تحياتي الخالصة وترحم بمناسبة 66 سنة من اندلاع ثلاثة حرية التي عادت الجزائر عزتها كرمتها وطبيعة الحال واستقلالها فهذه المناسبات تتناسب وتتزامن وإجراء الاستفتاء فهذا بديه أن هذه انطلاقة جديدة يعني قلت منذ قليل أن هناك شرعية انتخابية في ديسمبر العام الماضي والآن رئيس الجمهورية يحتاج إلى شرعية دستورية من خلال تعديل المسودة نظن هنا يعني قد نتفق كلنا مع المسودة ولكن فيها نقاط أساسية وإيجابية لحقيقة لوضع قطيعا مع النظام السابق وأنا كأستاذ في الإعلام والاتصال لما ألاحظ المواد المتعلقة بديستورة حريط عبير أنا جد متفائل بمستقبل هذا البلد وهذه فرصة سانحة للشعب الجزائري أن ينتخب سوى بنعم أو لا أو يمتنع ولكن باستعمال أسليب بالديمقراطية الحضارية وليس استعمال العنف بجميع أشكاله لهذا إذا أردنا حقيقة ونحن مدينين إلى الحيرات المبارك هو المشاركة والتعبير عن رأيك بطريقة حضارية وإذا هو مكسب من مكسب الحيرات هذا مكسب من مكسب إذا أنت راضي بالدستور ورئيس الجمهورية قال لي هو هذا دستور توافقي فما عليك أن تنتخب أنت ماش تراضي يقول لا ولا لست راضي ولا هذك يمتنع ولكن نبقى على طلباتك بطريقة حضارية ونبذل العنف بجميع أشكاله هذا الذي لابد أن يقال لأن ما وقع منذ 22 فبري من العام الماضي إلى حد الآن هو أسلوب حضاري الجزائر أعطت صورة حضارية لكل دول العالم في مجال الحرية في مجال طبيعة الحال الطريقة السلمية للمظاهرات أنا لا أريد لا أريد العودة إلى الظلامية وإلى كل هذه الاحتجاجات الهمجية والسب والشتم والقضف والإقصى لا أريد هذا من المفروض كلنا الآن ملتزم بالتجسيد على أرض الواقع جزائر جزائر العزة والكرامة جزائر التي كل واحد مننا يجي الضلات فيه وخاصة العدالة الاجتماعية دولة القانون حريط التعبير والتداول على السلطة هذا الذي نتمناه من هذه المسودة إذا كانوا قلتها منذ مده إذا كان فيها المشاركة وأنا كأستاذ لا أمكن نتكهل ولكن في جميع الحالات قد أعطي فارضية 50.01% هذه قوى الديمقراطية 50.01% معنى الدستور تم المصدقة عليه الآن النصف الآخر على رئيس الجمهورية أن في عمليته وفي إجراءاته الإجراءات التي ستأخذها قيفية إرضاء أكبر عدد من فيما يخص فيما يخص القوانين العضوية وعلم بأنه التزمى بـ 50 عهد في حالاته الحاملة انتخابية فإذن المترددين ومن حقهم أن يشككوا يترددوا ولكن رئيس الجمهورية مطالب بإرضاء أكبر عدد من الجزائريين والإقناعهم للمشاركين والإمام حول يعني المشروع الجديد طيب أستاذ العيد زغلامي عبد العزيز جراد وزيل أول قال بصريح العبارة اليوم أنه مشروع تعديل الدستور هو تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها بل نضيف نحن الآن في هذا النقاش نقول أيضا أنه تصالح الشعب الجزائري مع مؤسساته اليوم لأنه الشعب الجزائري هو من سيصود بنعم أو لا على هذا الدستور وله حرية في ذلك لكن قبل أن نتابع ربما هذا النقاش ننتقل مباشرة المتابعين الكرام مع موفا تليفزيون النهار حمزة كحال قبل ذلك يرفع على ما سمعنا أدان صلاة العسر دكتور تابعت اليوم العملية لا تزال متواصلة طبيعة الحال حتى في حدود ثامنة مساء نغلق مكاتب الاقتراح نعود للنقاش خاصة فيما يتعلق بتصريح الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي قال مشروع تعديل الدستور تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها لكن نضيف حول هذا الملف نقول أنه اليوم تصالح الشعب مع مؤسساته لأنه اليوم ينتخب على مشروع تعديل الدستور وهذا الدستور الذي سيختم الدولة الجزائرية لحدي ذاتها حقيقة لما نرى مواد الدستور مسودة الدستور الجديد نرى فيها بنود جد مهمة جدا خاصة محاولة طوي طوي صفحة الماضي الأليم والمؤلم والبائس واستبداله بإجراءات جديدة الذي يهمني بالدرجة الأولى والذي سلط عليه الظو هو قضية حرية التعبير دستورة حرية التعبير هذا مهم جدا لأنه كان فيها بحكم انه اختصاصي في الإعلام والاتصال كانت تلعبات كثيرة في قضية حرية التعبير كله نيد وبيد الوهي نظن دستور أو مسودة هذا الدستور تضع حد لهذه التلعبات والتأويلات ويتم الآن دستورة حرية التعبير وبالتالي تبقى الأمور الآن الكلمات للاحترافيين والمهنيين وحتى المواطن له الحق في أن تحترم حياته الخاصة ولا نمس بها شأنه شأن الصحفي أن يمارس عمله دون ضغوطات دون مضايقات وكذلك المؤسسات تعمل بمهنية واحترافية ولا تخضع إلى تدخلات السياسية والمضايقات الإشهارية وغيرها الذي أريد كذلك الذي أثار اهتمامي هو إحداث عدة سلطات للمراقبة ولمكافحة الرشوة التي عمرت في هذا البلد وانخرطت الجسم الجزائري الرشوة بجميعه والفساد بجميع أنواعه الرشوة الإعلامية الرشوة السياسية الرشوة المادية الرشوة القيمية الرشوة الأخلاقية والفساد الأخلاقي إذن إحياء إحداث سلطات جديدة عليا لمكافحة أريد دلوا على هناك نية صادقة هذا نقولها بكل موضوعية نية صادقة من الرئيس الجديد عبد المجيد تبون هو لتصدي لوضع حد للمأساة التي عشناها منذ عشرين سنة لأن في مواد هذا الدستور ولو لا يمكن إرضى الجميع بطبيعة الحال ولكن في جميع الحالات كما قلت 50.01% من الموافقة هو هذه قواعدة ديمقراطية على الرئيس الجمهورية الذي يبحث على شرعية دستورية أن بعد الموافقة على هذا الدستور حتى من سيرى الرهان هو كيفية إرضاء الطرف الآخر الذي لم يصوت هو الذي صوتها بلا وذلك من خلال التزامته 54 في الحملة انتخابية وهي مهمة جدا هو أن بناء دولة جديدة أساسها العدلة الاجتماعية حرية التعبير دوت القانون والتدول على السلطة هم القيم الجديدة التي ننتظرها من الرئيس الجمهورية مطالب بإرضاء العدد الآخر الذي لم يصوت أو غير مقتنع وهو قال في مناسبات ونتملأ بالمناسبة الشفاء إليه ولا كل موصيبي كورونا عفاكم الله وعفونا الجميع وملتزم بأنه سيحدث تغيير حقيقي يعني أخذ إجراءات عملية وعاميقة في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب الاجتماعي بعبارة أخرى تغيير وجه المشهد السياسي البائسي لحد الآن وإحداث الثورة الاقتصادية وإعطاء العزة والكرامة للمواطن البسيط طيب لنتحدث الآن أستاذ العيد زغلامي على مختلف محتويات مشروع تعديل الدستو الذي يتم الاستفتاء عليه اليوم يعني هناك مؤشرات قوية ندستور جزائر وخطوة في الاتجاه الصحيح لتكريس دولة المؤسسات والقانوني بناء جزائر جديدة من خلال استقلالية القضاء أيضا فيما يخص إنشاء المحكمة الدستورية التي لم تكن موجودة فيما قبل حقيقة هذه مؤسسات أو هيئات تحيي بأن هناك مقاربة جديدة يعني مقاربة جديدة وبأسليب وبقيام وبمبارسات جديدة إحداث كما تفضلت المحكمة الدستورية وهي تكون حتما مستقلة على التأثيرات السياسية وأصحاب النفوذ والمال كذلك كما تفضلت استقلالية القضاء لم تبقى فقط شعار يعني بل لابد أن تتجسد ونظن هنا على عاتق أهل الاختصاص اللي هم بطبيعة الحال كل ما هو في سلك القضاء وغيره وكذلك المحامات هم أن يلتزموا بأخلاقيات الممارسة وكذلك استقلالية القضاء بعيد كل البعد على كل ما هي تجاذبات السياسية والمالية وغيرها من النفوذ نظن رئيس الجمهورية إذا أراد أن ينجح في عمله هو وأنا أقولها من باب كأستاذ هو التركيز على ضمان حرية التعبير بأسنى معاليها العالية حرية التعبير ثم استقلالية القضاء هذين النقطتين الأساسيين في تجسيد دولة العدالة الاجتماعية ودولة القانون وكذلك حرية الحرية وكذلك تدولة السلطة في البلد والمواطنين يرتقبون أمور جديدة الذي أرتقبه كأستاذ هو أنظن بعد المصدق على الدستور مهما كانت النسبة وأحترم قواعد الديمقراطية اللي هي كما قلت 50.01% الدستور مقبول الذي يرتقبه أنه سيقوم ورئيس الجمهورية بإحداث القاطعة مع الماضي والتغيير وأقول إخلاص سبيل المجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة وكذلك المجلس الولئية والبلدية وخلق ديناميكية جديدة وخلق جزائر جديدة من طرف إقحام شباب جدد بمعايير الكفاءة والصدق ونحن في أمس الحاجة لهذا النوع من الشباب والذين تم إقصائهم في الحقبة الماضية طيب تحدثت ربما الدكتور على إرضاء الفئة الأخرى الآن التحركات الأخيرة التي شهدناها لرئيس الجمهورية بالقرارات المتخدة من خلال إعطاء أيضا أوامر وأولويات قسوة للمناطق الظل وأيضا دعم الشباب في إنشاء مؤسساتهم ربما اليوم هذا هو التغيير الحقيقي إن صح التعبير تخصيص غلاف مالي بالرغم من الأزمة التي تعيشها الجزائر لمناطق الظل وأيضا للشباب المبدع من أجل خلق مؤسسات تختمهم وتختم الاقتصاد الوطني ربما هنا ينطلق التغيير شوف شخصيا أنا أحبذ ولو أن رئيس الجمهورية كان أول من وصفها بمناطق الظل أنا أعتبرها مناطق البعس مناطق الحرمان مناطق الفقر التي نره إلى حد الآن هذا لأن كلمة مناطق الظل ربما أقل حدة لما نقول هل المناطق أقصيت لم تستفيد من فواكه الاستقلال فلهذا التركيز على هذه الفئة التي همشت التي حرمت من أبسط الأمور هذا مهم جدا وهذا على عتق كذلك ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى الولاي والمستوى البلدي إضافة إلى هذا إقحام الشباب إقحام الشباب الذين لديهم أفكار ونظن الجامعة الجزائرية أن تجد ما فيه الكفاية من أفكار ومن كفاءات الذين هم الآن الكفاءات الجزائرية من مهندسين وأطباء وأكفاء هم يقدمون خدمات جليلة في الغرب لماذا نعطيهم فرصة لهذا هذا المشاريع يعني ما يسمى بالمنشآت الصغيرة وعن طريق توظيف ورقما نظن هذه الديناميكية الجديدة هو نتفادى للمقاربات الكلاسيكية والشعبوية التي رحقت بهذه والأذرار والإيساءات واحد قاعد في القهوة يطبط بولها أك مليون رأول أك مليار لا هذه كلها محاولة لكسب السلم الاجتماعي نظن المقاربة الآن هي مقاربة جديدة الشباب الذي له فكرة الذي له مشروع فيتقدم بفكرتي لأنه قبل من كل شيء مشروع لأنه واعي لأنه متثقف نحقق بما نوعا ما ما بدأت تكافأ الفرص تكافأ الفرص بطبيعة الحال وهنا نحاول أن نأخذ بالجزائر إلى المجتمع المعلوماتي المجتمع الرقمي الذي يعتمد للتكنولوجيا نظن الآن الأمور متوفرة لابد أن تكون أمور متوفرة لكي نسمح لهذا الشباب أن يجسد هذه المشاريع عن طريق طبيعة الحال المال وكذلك المراقبات وهذا ما يثبت دكتور أنه في نية التغيير لأنه رئيس الجمهورية جاء بنية التغيير وقال أنه ستكون جمهورية جديدة جمهورية جديدة بدون تغيير لا تعتبر جمهورية جديدة اليوم توضحت الصورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بيقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا هو المقال إذا أراد المواطن أن يغير من سلوكاته من أفكاره من طريق تعامله فهذه الفرصة السانحة أما يبقى مكتوفي الأيد وينتظر يزلاله القدري فهذا لن يكون لأن إذا أنت لا تغير نفسك فلا تنتظر من الآخرين أن يغيروه فلهذا مهم جدا على عاتق المواطن البسيط أن يدر إتدارك جيدا أن كل شيء يمر عبر مساهمته ومشاركته لا تنتظر من الآخرين فالآخرون حتما همهم الوحيد لهاجسهم هو المصلحة الخاصة أما أنت إذا لم تقحم نفسك في هذه العملية ولا تعطيت لي برأيك أو لا تنتقد أو لا تسهب فكيف يمكن أن يكون فيها تغيير وأنت لست مؤمنا بالتغيير لهذا مهم جدا وأنا أقولها من باب الموضوعية أنه إذا أردنا أن نغير فلابد أن نغير أنفسنا نقبل كل شيء لأن القضية هي إخفاقات شخصية لكل واحد مننا لأن المقاربة كانت مقاربة بائسة يائسة ورثناها من نظام السابق لم يسمح للمواطن أن يعبر بل كان ينتخب باسمه الآن هي فرصة سنيحة لأن يشارك ويعبر عن رأيه بكل موضوعيتين وكل حريات وأنا متأيقن وأنا متفاعل بمستقبل المشرك لهذا البدل لكن بالإرادة لأن الذين سابقونا منذ 66 سنة لم يعرفوا بأن سينجحونا لأن أتذكر جيدا ما قلت بوضياط رحمه الله قال الثورة تبدأ بنا ولا بنا تبدأ حتى باستسمحكم التعبير بقاردة بني شيكا والله شريعة إذن فالتغيير لابد أن يتم من داخل كل واحد مننا إذا أردنا حقيقة أن نغير فن وغير ليس فقط بالكلام بلسانك بقلبك بإيمانك أولا يجب أن نؤمن بهذا التغيير بطبيعة الحال وهذا هو الأساس في كل هذا وذا نعم أستاذ العيد زغلامي أيضا خصص حيز مهم للمجتمع المدني كوسيط وشرك فعال بين الحاكم والمحكوم وشكل من أشكال الديمقراطية الشاركية حقيقة للمجتمع المدني مكانته في المشهد ولكن خليني نوضع دائما لكي لا أتهم أحد ولا أسي إلى أحد نعرف جيدا هناك المجتمع المدني وهناك طبقة سياسية لكل مسؤولياته وفضاء نشاطه المجتمع المدني هو الذي يقوم بكل أعمال التي ليس لها صلة بسياسة الطبقة السياسية أو الحزاب السياسية أهمها هو الوصول إلى السلطة إذن إقحام أو إعادة الاعتبار هذا الذي نقوله إعادة الاعتبار للمجتمع المدني يدل على أهمية هذا الأهمية المواطنين الذين ليس هم مهيكلين في الحزاب السلطة تذكروا منذ عشر أو أقل من خمس سنوات النظام السابق قام بجلسات حول المجتمع المدني وفيها توصيات ولكن هذه كانت توصيات لم نرى شيء منها فلهذا الآن هناك عملي عملي هناك وجود مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالمجتمع المدني نظن فقط وريد أن أقول بأن هذا المجتمع المدني لا بد أن نوجهه في المهمات المنطة به ولا نقحمه في الأعمال السياسية لأنه ليس موجود لهذا في السنوات الماضية كنا نشوف المجتمع المدني تجلسة فقط في الجمعية الخيرية جمعية الخيرية وإضافة إلى هذا هناك بعض أفراد أو جمعيات من المجتمع المدني يتم توظيفها لأغراض سياسية أنا أحبذ وأتمنى أن نضع حد أو لا بد أن نفرق بين المجتمع المدني والطبقة السياسية بطبيعة الحال يمكن أن نرقي المجتمع المدني إلى أن يصبح طبقة سياسية ولكن في جميع الحالات بعد نضج وبعد تجارب وبعد حنكة ولكن في جميع الحالات هناك تكامل بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني المهم الدولة الحضارية الدولة الديمقراطية هي التي لا تقسي أفرادها سواء كانوا أعضاء في المجتمع المدني أو في الطبقة السياسية أو في فضاءات أخرى المهم أن كل جزائري لا يحس بأنه محروم أو معزول أو مهمش في هذا البلد هذا الذي لا بد في جميع الحالات عليه أن يندمج في أي فضاء معيس سواء كان فضاء سياسي أو فضاء اجتماعي أو فضاء اقتصادي أو نوع من الفضاء المهم أن يكون لهذه المساهمة كما تفضلتي الديمقراطية التشاركية هي المشاركة البناء والفعالة والمساهمة في بناء البلد وهنا نتحدث أيضا حول ما أكد عليه دائما رئيس الجمهورية في خرجته حول أخلقت الحياة السياسية وفصل المال عن السياسة بطبيعة الحال هذا الذي ورثناه لمدة سنوات هذا ما قالت إليه الجزائر أصبحت إلى درجة ما يسمى خلينا نستعمل مفهوم مستعمل في كل دول العالم الكوريبسون ديموكراتيك الرشوة المدمقرة يعني أصبحت الرشوة في متناول جميع رئيس الجمهورية الرئيس 100 مليار البلد كامل أقل 100 مليار 5 ملايير مليون 3 دورو 10 دورو في عبارة أخرى تم دمقرة الفاسد بين كل أفراد وناس راضية ناس راضية كلها إذن حان الأهوان أن نضع حد لهذا التسيب وهذا التصرف الأخلاقي حان الأهوان يا أخي العزيز أنت لديك المال للاستثمار ها هو مجال للاستثمارك أم نخلط السياسة بالمال فهذا نظن هذا حتما يؤدي ما رأيناه والتجارب يموجود الآن القضايا على مستوى المحاكم والمسجونين دلال على أن هذا ما ألت إليه الأمور هذا الفساد اللي شاهدناه دكتور عيز غلامي جاء مقنن إن صح التعبير الدستور الذي ينتخب اليوم جاء لعمة الشعب على عكس ما الذي كان سابقا جاء مخاط لأشخاص أو لخدمة أشخاص لكن لو نتحدث فقط عن المواد الموجودة في الدستور دائما والمختصين في الشأن الدستوري يقولون بأن المشكل ليس في الدستور بل في تطبيق آليات والمواد الدستورية على أرض الواقع في جميع الحالات أنا لست مخ... يعني حتى مقارنة أن أستاذ زغلامي حتى مقارنة مع دستير الماضية يعني في مجمالها يعني حتى المتتبعين هذا الشأن يرون القوانين متوجدة يعني قوانين جيدة لكن المشكل في التطبيق شوفي الأخت وأخي كريم بلال وأخت الظهور أنا لست مختص في الأمور الدستورية والقانونية ولكن لدي فكرة فقط مفادها أن لكل مجتمع لابد أن تكون له الترسنة القانونية لأن المتربصين هم يستفيدون من الثغارات القانونية الآن هناك جديد الجديد هو أن هناك قانون وهناك مواد وهناك ترسنة قانونية وهناك استقلالية القضاء كما تفضلتي في استقلالية القضاء والمحكمة الدستورية الآن المواطن الباسيط من حقه أن يقدم شكوى ضد تلاعبات وهنا لما نطلع على السلطات التي تم إنشاؤها لمكافحة الفساد عجاليا أنها رنانة وجللنا مهمة ولكن تفعيلها من طرف المواطنين إذا المواطن الباسيط لا يشكي أو لا يدلو بدلوه أو هو بعد طرف الرشوة لأن هناك الرشو المرتشي فوكأننا لم نقم بي شيء لهذا حد الأوان أخلقت الممالسة السياسية وفي نفس الوقت فصل المال على طبيعة الحال على التلعبات هذا وعلى السياسة أكثر من هذا المواطن لا يبد أن يكون طرف المعادلة وإلى أن تبقى دار لقمان على حالها لهذا تفق جيدا مع أن هناك جزائل من بين دول التي ترسنها قانونية يا صديقي العزيز الآن هو حامل الأول أن تكون طرف لتندد أما أنت طرف تندد في الخفاة وفي العلانية عفوا تندد في العلانية وفي الخفاة تسكت هذه ليست مواقف مواطن يعني واعي بأمره وعلى بينا ولا يساعد الأمر لهذا مهم جدا من خلال المشاركة والتفاعل مع المواطن لكي يسترجع المواطن أو لكي الدولة تسترجع ثقتها في المواطن فعليها تكون عادلة والعكس صحيح على المواطن إبلاغ بالأمور الغير أخلاقية أما يقحم نفسه في الأمور الغير أخلاقية ومبعض يقول لك الدولة لا إذن فالآن هناك الشيء الجميل في هذا وذاك أن هناك استقلالية القضاء وحرية التعبير هذين الأمرين مهمين جدا في القضاء على كل هذه الأشكال ليس بنعشية وضع على قل التقليل ونرتقب في المستقبل القضاء على هذه الأشكال التي أسأت كثيرا إلى الجزائر وأسأت للشهداء الذين نحتفل أكيد إن شاء الله واليوم ربما سيكون هذا المنعرج وحتى المواطن يعرف قيمته من خلال الإدلاء بصوته في هذا اليوم التاريخي والمنعرج الجديد في تاريخ الجزائر المعاصر شكرا لك أستاذ العيد زغلامي على مرافقتك لنا وتحليلاتك شكرا جزيلا